نظمت وزارة الموارد المائية والرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي احتفالية بمناسبة يوم المياه العالمية وفي كلمته بالاحتفالية أشار وزير الموارد المائية والرية هانيس ويلم إلى أن الاحتفال السنوي بيوم المياه العالمي يأتي هذا العام تحت شعار تسريع التغيير ويعد امتدادا لتأكيد اهتمام مصر بحق كل فرد في المياه موضحا أن التاريخ سطر برعة مصر مزعهد قدماء المصريين في إدارة نهر النيل وترشيد استخدام مياهه الحياة الدولة المصرية لم ولن تبخل على كفاءة استخدام المياه شفنا توجهات الدولة في الفترة السابقة في الاستثمار في مجال المياه الاستثمار في مشروعات ضخمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وكذلك الصرف الصحي رفع كفاءة الشبكة من خلال مشروع تأهيل ترع من خلال استخدام رأي حديث مشروعات غير مسبوقة حصلت في السنوات السابقة الحقيقة كم استثمارات لم نشهدوا من قبل في مجال المياه الهدف الرئيسي اليوم هو رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه فنحن نرى الزيادة السكانية المستمرة مما يعني زيادة الطلاب ولكن مستوى وفرة المياه ومصادرها ثابتة لذلك علينا أن نعمل أكثر على فكرة الحفاظ على المياه عن طريق الإعلام وصفراء المياه وإذا تابعنا ما يحدث في مصر منذ مؤتمر المناخ في شرم الشيخ فكل ما يحدث وما قيل اليوم يتماشى مع أهداف المؤتمر والتي تسعى في الأساس للوصول لحلول ورفع الوعي بأهمية التعامل مع ملف المياه وانتقال للهنما يحدث في مصرح أكثر السبب وأنه يحدث في مدينة عمي بأهمية التعامل مع محتوى السبب